في حكمة كلنا عارفينها بتقول لك إيه؟ من أمن العقاب أساء الأدب يعني إيه؟ يعني الشخص اللي بيعمل تصرفات غلط ما بيدفعش تمن اللي عمله أو بنحسبه عليه عادي ممكن يرجع تاني يكرر نفس الغلطة اللي عملها وما تعاقبش ده اللي حصل في قصتك مع جوزك وابن خلتك يا سارة أول ما عايت عند المأزون وعد إنه هو هيتغير أنت عملتي صحة بالمناسبة عشان ببقى بنقولك برضو الليكي و اللي عليكي وفقتي إنك ترجعي له لتأدير للناس وقبرتي الناس اللي قاعدة وعشان خطر عيالك لكن هو ما كانش أقدر مسئولية رجع ولا كأن حاجة حصلت بقى منكمل مستمر في اللي هو فيه الغلط الوحيب منك يا سارة إن انت ما خدتيش ضمانات كافية عليه عشان يرجع ضمانات توجعه يعني لما يقرر إنه هو يعمل تاني نفس المشاكل دي يبقى عارف ومتأكد إنه بعد كده مش هتعدي بالسهل يغلط ويروح يتجوز ويرمي بنته المريضة كل دي يعدي كده طب فين العقاب لا أنا مش عارفة إيه ضمانات اللي ممكن تكون مناسبة لحالتك أو ترضيكي انتي بس اللي عرفه إن الناس اللي بيحكموا في الأعداد العرفية دي في المشاكل يعني اللي بتحصل بيبقى فيها طرف بعد كده ما يلتزمش بكلامه بياخدوا عليه وصولات أمانة تتسبب مع حد ثقة وبعدين يبقى فيه حكم عادل بين الطرفين تبقى معروفة لأعداد دي بحيث إنه لو رجع وغلط تاني أو رجع لتصرفاته القديمة والوصولات دي نقدمها للمحكمة أو مثلا يكتب بإسمك أو 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 يعني يبقى فيه عقاب فهميني؟ أو أي حاجة تانية ممكن تحفظ ليكي واللي ولادك حوقكم تحميكم من اللي هو فيه ده المهم يكون فيه وسيلة عقاب يبقى عارف إنها هتتعقب مش هتعدي كده بس فكرة معلش نرجع ننسى اللي فات هعيض تاني فهتسامحيني ده مش كلام سليم ولا ينفع كل اللي ادخلوا قالوا إن نيتهم خير ممكن يكون حقيقي بس هما مش في موقفك الخير الحقيقي اللي يحافظ على البيوت إننا نمسك الطرف القوي ونعلمه غلطه ومش دايما بنطلب من الأضعف أو الطرف دايما المظلوم ودي بتحصل فعلا إنه يتنازل عن حقه أو معلش سامح ونقوله معلش اتحمل واصبر عشان ولادك هتبقى مطلقة تاني ما تخرجيش من بيتك يا بنتي في نفس الوقت سايبين التاني من غير دمانات ما هو عيط يا جماعة نيجي على أكتر من كده لا ده حرام ده ظلم انتوا كده ظلمتوها سمعتي معايا نصيح دكتور يهام الهواري في الفقرة اللي فاتت سمعتيك كلمتين اللي قلتهم لك بما يرضي الله عايز أقولك على حاجة مش حساك يجد وعايزة تمشي بز عليش مني اللي عايز يمشي بياخد موقف ولو انت مش عايز تمشي عشان خاطر عيالك فتبقي ست جدعة مش أقولك أيوة وعملي بس خدي دمانات خليه خاف من حاجة طالما مالوش كبير ما احترامي لكل واستنى منك رسالة تطمينيني فيها عملت إيه واستنى منك كل تفرجوا علينا سمع قصة صارة يقولوا لها هي ممكن تعمل إيه ترجمة نانسي قنقر